تماماً بيتكلم على المساعدات المصرية وهو مؤسسته ومشاركة مؤسسة كبيرة ضمن التحالف الوطني للعمل أهل والتنموي واللي دخل مساعدات من أول كامي يوم داخل قطاع غزة رئيس الوزراء النهاردة أتكلم على المساعدات وإحنا عندنا في مصر من أول لحظة ساتة رئيس مساعدات أجلس الدولة مؤسستها جمعياتها الحكومة تحي مصر كله يبدأ يشتغل على ناس مش لا يتاكل فبدأ كله تكاتف هنا بقى عظمة الشعب المصري وعظمة رجال الأعمال وعظمة كل واحد بيساهم بجنيه لهذه المؤسسات والجمعيات وغيرها مرة واحدة بدأنا نتحرك بعد تكليف الرئيس تدخل شاحنات تتحرك من هنا إلى معبر رفح تفضل كام يوم قاعدين والناس موجودين والشباب والمتطوعين مئات أو ربما ألاف كمان من التحالف الوطن وكل المؤسسات اللي هي شريكة اللي هم عادتهم يمكن خمسين مؤسسة وجمعية ضمن التحالف الوطن العام الأهل والتنموي والتحالف المهم جدا قاعدوا قالوا لا إحنا مش هنرجع غير ما المساعدات دي تدخل وكان الإصرار المصري الرئيس عفتاح السيسي إنه ربط الأمريكان والغرب بيتكلموا عندنا رعاية خرجوهم ربط ده بالمساعدات مش حد هيخرج من غزة إلا المساعدات دي تدخل الشعب الفلسطيني حدش يعمل كده إلا دولة قوية ورئيس قوي لازم تبعوا عارف كده لا مفيش ده كان الموقف المصري ويتم التجاوه حتى لو كان الأول بنتكلم على العشرين النهاردة تجاوز مية وربما داخلين على ميتين وبعد كده ممكن تدخل تلتمائية وربعمية شاحنة في اليوم ويمكن أكتر من كده كمان وتدخل المساعدات المصرية من المعبر رفح تبدأ الدول تبعت دولة تقول لك هبعت طيارة دولة تاني هبعت خمسة دولة تالت هبعت سفينة دولة رابعة هبعت هبعت الهلال الأحمر كله اشتغل وإحنا عندنا الهلال الأحمر مصري ننصق مع الهلال الأحمر فلسطيني وكل اللي بقول لكم عليه ده عندنا مؤسسة وطنية عظيمة اسمها المخابرات العامة المصرية تعرفوا الحكاية دي كويس قوي تدير ورجال الظل تبقوا حضرتكوا عارفين يعني مش كل ما هو معروف يتقال ولكن مضطر لازم أتكلم يديروا هذا العمل بمنتهى الحكمة في تكليف من السيد الرئيس سيد الوزير عباس كامل مع رجال المخابرات العامة إدارة هذا الملف اللي هو ما بين هنا وما بين هنا فكل حاجة أنت يعني زين بقول كده لأنه هنا خطوات أنت بكلم على حرب فبتشتغل في ظل حرب ولازم تدخل مساعداتك والرعاية يخرجه وإنت بتدخل مساعداتك ما فيش عربية تضرب لأنه داخل من مصر فأي عربية داخل من مصر ضربت تفتكروا هيحصل إيه دخلنا عربية وطلع طيران جيش الاحتلال ضربها ما هو العمل فكل حاجة هناك رجال ما بينموش بجد معنى الكلمة بيشتغلوا عشان المساعدات دي تدخل والرعاية دول يخرجه وتبقى جاهز واقف عندك مصريين موجودين في الغزة يرجعوا عندك أمريكان عندك روس عندك ألمان عندك مختلف دول العالم يتفضلوا بس كل الأول المساعدات وتدخل المساعدات المصرية أولا ثم باقي الدول فرئيس الوزراء النهاردة تكلم على أعرف أعرف بس البلد بتعمل إيه وإحنا ظروفنا الاقتصادية صعبة جدا جدا ولكن ده ما قالش إن احنا نسكت ما قالش إن احنا ظروفنا صعبة وما عندناش نقدر نساعد الأشقاء لا رغم ظروفنا الصعبة